اهلا بيكم معينا في قناة اكلة رندي ما تنسوش تشتركوا بالقناة واتفعلوا الجرس النهاردة هنعمل لكم رصد طحفة بطريقة جديدة متقرة هنحتاج 250 جرام لحمة انا هنا استخدمت لحمة من وش الفغدة وهبدأ قطعها صغير زي الشاورمة على قد مقدر تبقى رفعها اشتركوا في القناة هنا اللحمة لازم تكون بتستوي بسرعة علشان ما تاخدش وقت علشان هنعمل خليط من اللحمة بعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هستخدم حوالي 250 جرام صدور فريق هنقطعها نفس الفكرة اشتركوا فيها خالص بس استغربوش الخريط ده بس الطعم بيطلها روعة الروس طبعا ينفع يتاكل كده او سندوت شاد في اي وقت في الصبح او بالليل مع العشان طعمه حلو قوي وطريقة متخرة جديدة مختلفة عن كل الروس اللي بنكلف انا هنا كمين هستخدم ربع كيلو افخاد دجال او الدبابيس من غير العض لانها بيبقى فيها دهون بيطعمه حلو في الروس طوي وهنقطعها نفس الفكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هنحط معلقة ونصف ملح معلقة فلفل اسود معلقة كمون معلقتين رحين معلقة كبيرة ماء وهنبدأ نقلب كل الخليط معظف معلقة كبيرة ماء ونقلب نحط في الكبيرة هنبدأ نخلط الخليط كل مع بعضه بس عشان يختلط مش عشان نفرم مش عاوزينه نفروم ترجمة نانسي قنقر 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 زي ما حضراتكم شايفين هنفضش الورق بتاع الفورن البلاستيك بتاع الفورن. وهنحط في الخليط البلاستيك ده الحراري اللي بنعمل فيه الفراخ المشوية. وهنبدأ نعمله على شكل رصد. زي ما حضراتكم شايفين بنبدأ نلفه. عشان يبقى شكل قسطواني معنا. ونضغط عليه شوية مش كتير. عشان ما يبقاش فيه هوى. وبنقفله زي البومبوني من الطرفين. بنقفه من الطرف الاول ونلف. وهي الاكيز بيجي معها ربطة بلاستيك. هنستخدمها. بنلفها كسبات. هنلف عكس الطرف التاني ونربط نفس الفكرة لو ما عندناش ممكن نربط بالخيط بتاع الرصد. ما فيش اي مشكلة. هنبدأ نلفه بلاستيك جزا لفها عشان يبقى ما يسك نفسه. بتبقى رصدوانه مسك نفسها. تغيه حسان دينا. هنبدأ نساوي. تغيه حسان دينا. هنبدأ نساوي. هنحطه بحلة على النار. هنغطيه بالمية. ونحطه على نور هادية. على قد ما نقطع. هي اخد حوالي. اربعين دقيقة. وطبعا نبقى نقلبه من فترة لفترة. هنشوف شكله. وعمل ازيه. هنا الرصد بعد ما طلع. استوى خلاص. هنرشه ببابريكا. طبعا انت اختياري. حسب لحضراتكم بتحبوه. ممكن ترشو باي اعشاب بتحبوها. ممكن برحان. ناشف بكسبرة ناشفة. انا هنا هرشو بالبابريكا. وهرشو بحبوب المسترده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين شكله حلو قوي. وينفع في العزومات كمان. طبعا لازم تستنوا عليه كتير. لحد ما يبرد خارس خارس وتبدأ اطقطها. بتعملوش زيق لان هو لسه سخت. وبالهنى والشفة. اشوفكم في اكل جديد. مع السلامة.